تصعيد متواصل في شمال غرب سوريا بين قوات الحكومة والقوات الروسية من جهة والفصائل التابعة للاحتلال التركي وعلى رأسها هيئة تحرير الشام الإرهابية الذراع السوري لتنظيم القاعدة من جهة أخرى يسفر غالبا عن سقوط قتل وجرح في صفوف الطرفين بالإضافة لضحايا مدنيين جديد هذا التصعيد ما أفد به المرصد السوري لحقوق الإنسان حول مقتل أربعة عناصر من الهيئة جراء تبادل القصف بينها وبين قوات الحكومة على محور كبان في ريف اللاذقي الشمالي كما أشار المرصد إلى إصابة عنصرين من تحرير الشام الإرهابية إثر استهداف سيارتهما بصاروخ حراري من قبل قوات الحكومة على محور جسر الشغور غرب إدلب كما استهدفت القوات الحكومية بصاروخ حراري آخر منزلا في بلدة تفتناز قرب قاعدة للاحتلال التركي شرق إدلب ما أسفر عن إصابة شخص هذا واستهدفت قوات الحكومة بقصف مدفعي محوري تلة الملك وتلة البركان شمال اللاذقية وقريتين عنكاوي والقاهرة بسهل الغاب غرب حما وقرى الفطيرة وفليف الوسفوهم بجبل الزاوية جنوب إدلب ومحيط قرى كفر عم وكفر التعال غرب حلب يأتي ذلك فيما قتل عنصر من القوات الحكومية برصاص هيئة تحرير الشام الإرهابية على محور قبتان الجبل بريف حلب الغربي وفي السياق شنت الطائرات الحربية الروسية غارات جديدة على ريف إدلب ومحيطها استهدفت مواقع لهيئة تحرير الشام الإرهابية بالقرب من مخيمات نازحين في الشيخ بحر وقرية مشون بالإضافة إلى منطقة الشيخ سنديان غانة